أنه نحن الاتحاد الأوروبي بناء على دراسات معمقة حذرها نهائيا وحذر استعمالها هل أنه نحن عندنا بالنمسا من نوقت ما أجل القرار نقابل طباء الأسنان بالنمسا تجري مفاوضات مع التأمين الصحي لتأمين البدائل وعدم تحميل المريض كلفة بديلة أو كلفة زائدة لأنه نحن نحن منعوا استخدام الأملجام فلازم يكون فيه مادة بديلة أملجام أساس ممكن نسميها أي مادة بديلة قوم مقام الأملجام والتأمين صحي غطية لأن الأملجام مثل ما هو معروف الحشوات للأملجام التأمين الصحي بيغطية التكلفة هي مدفوع من قبل التأمين بينما الحشوات البيضاء على اختلاف أنواع والليزر والكذب مدفوع جزئيا لا مدفوع كليا من قبل من قبل التأمين من تأمين الصحي ولكن الحشوات البديلة هي ما يمدفوع من مغطاة من التأمين الصحي وبالتالي بيحتاج التأمين الصحي أنه يدفع هلأ مبلغ معين للحشوات البديلة وهون المفاوضات أخذوا رد بين النقابة بين نقابة طباء الأسنان والتأمين الصحي على نوعية البديل والمبلغ الذي يجب أن يترتب عليه إلى الآن المفاوضات وصلت لطريق مسدود ما في حل مما قد يترتب عليه أنه إذا لنهاية العام ما تم إيجاد حل أو صيغة حل بين نقابة طباء الأسنان والتأمين الصحي والوصول إلى توافق على دفع مبلغ معين لبدائل الأمالجام قد يضطر الأطباء أنه هن يساوا الحشوات البديلة الحشوات الضوئية أو غيرها على نفقة المريض ويعطوه فاتورة والمريض يروح يطالب التأمين بأنه يدفع له المبلغ كلياً أو جزئياً فهي مشكلة بالنسبة للمرضى فبالتالي نحن نتأمل أنه يكون في حل منه لنهاية العام وأنه نبدأ العام القادم بدون أمالجام بس كمان يكون فيه كان اتفاق على تسعيره معينة بين نقابة طباء والتأمين الصحي على بدائل الأمالجام هلأ بدائل الأمالجام موجودة كتير تبدأ من مواد بسيطة بيضاء بسيطة تسمى كلاسينومير بالألمانية أو بالاسم العلمي وتوصل للحشوات الليزرية اللي هي بتكون حشوات بيضاء ومتينة فهذا بيعتمد الآن على نهاية المفاوضات بين التأمين الصحي والنقابة المرضى بكل الأحوال إن شاء الله و تعالى بيكونوا ما عندهم أعباء مادية مع بداية العام ولكن هناك احتمال أن تفشل المفاوضات في النهاية و يكون في تبعات طيب حضرت قلت أنه هيكون فيه يعني احتمال طبعا لو فشلت المفاوضات هيكون فيه أعباء على المرضى من ناحية التكاليف هيكون فيه برضو أعباء على التكترة والعيادات من ناحية الأخرى أم لا نعم نحن عمليا هلأ أنا مثلا بعياتي أنا ما بعرف باقي الزمالة بس أنا أعتقد أغلب للطباء العرب في فيينا نحن ما بنستخدم الأمالغام من أكثر من عشر و خمس طعام السنة أنا عملية من 2009 ما باستخدم الأمالغام بعياتي بعد ما أريد دراسات إنه هي بتسبب أزى وإن كان أزى جزئي أو طفيف فما باستخدمها أنا باستخدم بعياتي مادة بديلة اللي هي الكلاسونومير اللي هي حشوات بيضاء ولكن ليزت زاد متانع عالية ولكن تكفي الغرض يعني نحن نحطوله المريض الحشوية بتعيش سنتين ثلاثة وماشي الحال لأنه هو المريض يحقله بعد سنتين ثلاثة يبدل الحشوية أو التأمين دينفع مرة تانية الحشوية والأمر مستمر منذ ذلك طبعا هذا بيؤدي إلنا بالنسبة للأطباء إنه نتحمل تكاليف لأنه المادة هي أغلى من مادة الأمالغام بس نحن ما عم نحمله للمريض عم نتحمل لنحن كعيادة وماشي الحال من الأطباء أنه التأمين يدفع مبلغ معين مقابل هاي الخدمة يعني إن شاء الله وتعالى المفاوضات تصل لحله وتمشي الأمور أما بالنسبة للعيادات يعني أغلب العيادات العربية حسب معرفتي اللي موجودة بيبينا ويستخدموا وبدأ الأمالغام منذ فترة طويلة ما راح يكون فيه شي تغيير بالنسبة للمرضى تبعها